وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ومن فاته قراءة أم القرآن فاته خير كثير باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل حدثني يحيا عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفيء وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته باب جامع الوقوت حدثني يحيا عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله